اشتركوا في القناة ان في نموذج لونجزية بالسؤال رقم واحد في نموذج الف جاءت جملة اثارت الجدل بين اجابتين واجابة الصحيحة واجابة الصحيحة حسب ما ورد في نموذج الاجابة وهي وهي ما يطابق القاعدة الموجودة بالصفحة 12 بكتاب الطالب والوزارة اضافت يا جماعة ان احصائي العينة التي تم صححها في اليوم الاول 15 يونيو وجدت نسبة من الطلاب اجابة على كلمة وين كما ان الفرق من استخدام مصطلحين دقيق مما قد الى خلط بينهما جدل كبير جدا في الوزارة واحنا يا جماعة عاوزين نفوق من الكلام ده كله عاوزين نبقى شفافية مطلقة زي ما احنا ماشيين كده وما نضيعش حق الطالب لان حق الطالب ده اهم حاجة عندنا عشان كده ده خطاب رسمي اللي قدام حضراتكو ده بتعديل الاجابة الرسمية ده احتساب كلهم اجابتين اجابات صحيحة والامر طبعا مفاوض لسيداتكم فيما ترونه ده النص الخطاب ويا رب كله يلتزم بالخطاب ده يا جماعة في كل المصححين راعد امركم راعد امركم واعرفوا اللي بين ايديكم ورق لولدنا تعبهم طول السنة من شهر تمانية بل من عكس بدأهم من شهر سبعة بيذكرهم يعني اكتر من سنة متكملة مذاكرة متواصلة ربنا يكتب لولدنا النجاح في كل مكان يا رب ويحصلوا على النتيجة اللي هم عاوزينها ويدخلوا كلية نفسهم فيها يا رب قولوا امين انتظروا في كل جديد عندنا في قناتكم قناة اجيال اندلس ده تعديل اجابة نموذج اجابة اللغة الاجنبية الاولى ربنا يكتب لكم النجاح في كل مواد اللي جاء ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة